حدثتنا يا أستاذنا في كتابك الأذكياء عن ذكاء الحكماء في الأزمان السالفة وحدثتنا عن ذكاء الخلفاء والسلاطين والأمراء وعن فطنة من اشتهر من القضاة وأرى أن من بين فصول كتابك الأذكياء يا أستاذنا بن الجوزي حكايات عن ذكاء بعض العلماء أجل يا تلميذن المخلص اشتهر العلماء بالذكاء والفطنة وممن رووا عنهم حكايات ذكاء وفطنة الشعبي والنخعي والأعمش والمزني وابن حمزة وابن المبارك وأبو يوسف والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة فلنبدأ بأحد الإمامين لنبدأ بالإمام أبو حنيفة حسنا تخيرت يا موفق فالإمام أبو حنيفة كان فطنا ذكي القلب والفؤاد حكى يحيى بن جعفر قال سمعت أبو حنيفة يقول احتجت إلى ماء ذات يوم وأنا أسير في البادية وطال صبري وزاد عطشي حتى لمحت من بعيد أعرابيا معه قربة ماء فناديت يا هذا أنت يا أعرابي يا أعرابي ماذا تريد يا هذا؟ معك ماء لماذا؟ أحتاج قربة الماء هذه التي بيدك إن كنت في غير حاجة إليها عندي في الجبل غيرها لكني لا أعطي الماء بلا ثمن إن شيء تشتريت إذن هل أطمع في أن تبيعني هذه القربة التي بيدك؟ بكم تشتريها؟ تساوي درهما فطح الله عليك لا أبيع فدرهماي ولا أربعة تبيع بخمسة دراهم؟ هي ذي هاتي الدراهم ودفعت إليه الدراهم الخمسة وأخذت القربة وكان معي طعام في جرابي وفيه سويق والسويق كما تعلمون أكله يجلب العطش قلت للأعرابي معي سويق فما رأيك؟ قال الأعرابي هاتي هاتي لا حرمنا الله منك هاتي وحبز لو كان معك بعض الزيت معي ما تريد إذن ألدت السويق بالزيت هاتي هاتي لا حرمنا الله منك هاتي وأعطيت الأعرابي ما أراد من السويق والزيت وجعل الأعرابي يأكل ويأكل من السويق الملتوت بالزيت حتى امتلأ وقعد لا يكاد يبدي حراكها وأحس بالعطش الشديد فقال لي هل لي في شربة ماء؟ شربة ماء نعم إن السويق الملتوت بالزيت الذي ملأت به بطنك لا يكفيه ماء القربة كلها لا لا صدقني سأشرب شربة ماء وأترك لك الباقي أقول لك ما قلته لي من ساعة واحدة أنا لا أعطي الماء بلا ثمن إن شئت اشتريت أشتري بكم تشتري؟ شربة واحدة بدرها من واحدة فتح الله عليك لا أبيع درهمين ولا أربعة تريد أن تسترد دراهمك الخمسة ولا أقبل أقل منها إذن خذ دراهمك فوالله لو لم أشرف في ساعتي لمدت عطشا موسيقى واسترد أبو حنيفة دراهمه الخمسة وأعطى الأعرابي فشرب بعض الماء فشرب بعض الماء وبقي لأبي حنيفة ما بقي من ماء بالقرب وما حكاية جاره ذلك الذي طلب فتواه في الزواج من بنت بالكوفة آه ها 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 يجب ذكرتني هي حكاية رواها ابن الوليد قال إن شاباً كان يسكن بجوار دار أبي حنيفة كان اسمه ابن الحسن وكان ابن الحسن لا يغيب عن مجلس أبي حنيفة وكان أبو حنيفة يأنس له ويعرف عنه كل أموره وفي يوم من الأيام بعد أن خلى مجلس أبي حنيفة ولم يبق إلا ابن الحسن قال للإمام سألتني يوما يا شيخان الإمام أبا حنيفة لما لا أتزوج وقلت لك إني لم ألقى بعد من أجدها صالحة لذلك أذكر يا ابن الحسن فهل غيرت رأيك بل شاء الله أن اختارت لي أمي بنتا من أهل الكوفة جمعت بين حسن الخلق وحسن الخلقة وإن قلبي لا يحدثني أنني لو تزوجتها ستكون مباركة بإذن الله الخيرة فيما اختاره الله فماذا فعلت؟ رحت إلى أهلها أخطبها لكنهم لكنهم ماذا؟ هل رفضوك؟ لا إنما طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي فهل حاولت أن تجد من نطلعهم على أحوالك فيرجعوا عن مغالتهم؟ بذلت أمي كلما استطاعت لكنهم لم يقبلوا أبدا أقل مما طلبوا فإن كانوا يطلبون منك ما لا تطيق فماذا يربطك بهم؟ استغني عن هذه الزيجة؟ أصدقك القول يا مولانا الإمام قد تعلقت نفسي بها وهفى قلبي إليها ووالله ما لمحتها إلا في نظرة عابرة هكذا إذن فما لك لا تعرض عليهم ما معك من المال وتطلب منهم أن يمهلوك بعض الوقت حتى تدفع إليهم بقية ما طلبوا عرضت عليهم ذلك فرفضوا وأبوا إلا أن يأخذوا كل المهر مرة واحدة وليته كان معي فكم ينقصك حتى تستكمل المهر؟ معي سبعمائة دينار تبقى ثلاثمائة لتكتمل الألف دينار طلبوا منك ألف دينار لتكون مهرا لابنتهم؟ ألف دينار لا تنقص دينار كيف وهم قد عرفوا أنك لا تملك هذا المبلغ؟ على كل حال خذ يا ابن الحسن هذه ثلاثمائة دينار من مالك يا مولاي الإمام؟ لا والله إني أنت جاري ولك علي حق وإني أقردك هذه الدلانير لتدفع المهر وتدخل بزوجتك فخذ المبلغ ودبر حالك حتى يتم زواجك ممن أحببت أتزوج بالقرض يا مولانا الإمام؟ سيكون لنا شأن آخر بعد أن يتم زواجك وتدخل بأهلك كيف؟ وماذا سنفعل يا مولاي الإمام؟ لا تتعجل الأمور يا ابن الحسن اذهب على بركة الله وعود إلي بعد الدخول بيومين أو ثلاثة سأعود يا مولاي أعود ويفعل الله كل خير أهلا يا ابن الحسن زواج مبارك إن شاء الله بارك الله لنا فيك يا مولانها حقا إن الزواج كمال للدين مبسوط أنت يا ابن الحسن؟ بفضل من الله وفضلك يا مولانا الإمام تزوجت وأنا سعيد بزوجتك الحمد لله بقي أن نكمل ما بدأنا فإنك كرهت وأنا معك أن يجبر أهل العروس زوج ابنتهم على مهر فوق طاقته وقد رفضوا أن يحملوا عروسي إلي إلا بعد أن دفعت لهم الألف دينار التي ما استكملتها إلا بعد أن اقترت وهاهم قد حملوا إليك عروسك ودخلت بها والحمد لله فما عليك الآن يا ابن الحسن إلا أن تظهر لأهل زوجتك أنك قد نويت أن تخرج من هذا البلد وتسافر بأهلك إلى اليمن اليمن؟ ولماذا أسافر إلى ذلك البلد البعيد؟ أنت لن تسافر يا ابن الحسن قلت لك افعل كل ما تقدر حتى توهم زوجتك بهذا وتدفعها أن تخبر أهلها بأمر سفرك البعيد أقول لك قل لهم إنك مسافر إلى خراسان خراسان؟ وإنك ستحمل زوجتك معك فإن سألوك وحاوروك فصمم على أمرك ولا تتراجع كن حازما وبعد يا مولاي الإمام؟ يفعل الله الخير إن شاء الله أمها لو سمعت ستجن وأبوها لا محالة يأتي إليك هنا يا مولاي الإمام ليشكو أمري ويستعين بك لتمنعني صبرا يا ابن الحسن وننتظر كيف يتلقى أهلها خبر سفرك ماذا تقول يا رجل؟ ابنتي أنا تتركنا وتسافر إلى خراسان؟ هكذا قالت واليوم رحت إلى دارها فرأيت جملين على باب الدار بينما الجمال ينتظر الحمال لينقل أثاث الدار إذن فابن الحسن سيفعلها ويأخذ ابنتي ويسافر وأنت قاعد في الدار لا حول لك ولا قوة فماذا أفعل يا امرأة؟ ها تمنعه يا أبا هند ها كلمته فما سمع مني كلاماً بالقوة بالقوة تضربه يا أبا هند ضرب غرائب الإبل ضرب غرائب الإبل؟ نعم أنا أضرب ابن الحسن ضرب غرائب الإبل؟ نعم أنا لا أعرف كيف تضرب غرائب الإبل أنا العجوز أضرب هذا الثور أروح أنا إليه أضربه؟ نعم أين دار؟ أليس داره هي الدار التي تجاور دار الإمام أبي حنيفة؟ الإمام أبو حنيفة هو إهدائي يا امرأة وجدت الحال سأسرع إلى الإمام أبي حنيفة وأنا أعلم أن ابن الحسن أحد تلاميذي سأروح أحكي للإمام وأسأله المعونة والرأي الرأي ما يراه الشرع يا أبا هند للزوج أن يخرج جوجته إلى حيث يشاء وهذا يقول إنه خارج إلى حيث رزقه فكيف نمنعه؟ أمها أمها لا تطيق البعد عنها وأنا كذا يا مولاي الإمام إنها ابناتنا الوحيدة لا يمكنني أن أدع زوجها يخرج بها من هذا البلد كيف تمنعه من الخروج بحثا عن رزقه؟ وأنت الذي أبيت أن تزوجه ابنتك إلا بعد أن أخذت منه كل ماله أنا؟ نعم أنت غاليت في المهر وكنت تعلم أنه لا يملك إلا سبعمائة دينار وطلبت ألفا ابناتي غالية علينا يا مولانا يا أبا هند نعم عزة البنت ومقدارها لا يوزن بالأموال يا أبا هند نعم خذ مهر ابنتك ما هو أغلى من الدنانير خذ خلقا ودينا خذ أنسا ورحمة وأنا أعلم أن ابن الحسن رجل والرجال قليل وهو يحمل لابنتك كل رحمة وعطف وحب وكذا ابنتك قد ساعدت به وأنا لم أحرمها سعادة زوجية يا أبا هند نعم بل حرمتهما مبلغا من المال كان ينفع بداية لتجارة أو صناعة بل وحملت ابن الحسن دينا يجب أن يرده إن كان سفره لذلك فإني أرد إلي ما دفعه من مهر حسنا نادي ابن الحسن يا غلام هي ذي الألف دينار تردها إلى ابن الحسن الآن أردها أردها وأنت شاهد يا مولاي الإمام ترجمة نانسي قنقر